أعوذي الله ميشتريين بسم الله الرحمن الرحيم تحليل البيئة الوحدة الرابعة الملوسات الطبية الميديكال بوليوتونز ونواصل المغات على شرح محتوى هذه الوحدة وأولا أن نعرف البيئة لكي نفهم متى تداخل هذه الملوسات الطبية مع البيئة والبيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان وتفاعل مع كوناته والحفاظ على النظام البيئة يتوقف على مدى فهم الإنسان ووعيه وحسن استعماله والتعامل مع هذا الإطار ولقد شكل التلوث البيئي هاجسا كبيرا للدول المتقدمة والنامية على حد سواء التلوث البيئي هو الذي يحدث تغيير في الصفات الطبيعية والكيميائية والحيوية مما يسبب تأثير الضار على صحة الإنسان إذن هناك ثلاث صفات ثلاثة صفات هي الطبيعية والكيميائية والحيوية التي يحدث فيها تغيير ومنها نتأكد أو نصل إلى نصل إلى النتيجة أن هناك تلوث به المجال الطبي هو أحد المجالات التي لها دورها في صحة الإنسان ولهذا يجب التعامل مع الملوثات الطبية بوعي وفهم وتنقسم النفايات الطبية إلى عادية وخطيرة وخطيرة جدا تلك التي تحتاج إلى معالجة خاصة وتعريف أن التلوث يشكل بشكل خاص مشكلة بالنسبة للدول النامية أو المتقدمة وترتبط مشاكل التلوث الارتباط وسيق بوسائل التنمية وهنا يعتبر المجال الطبي بأحد المجالات التنمية إذا يكون هناك ارتباط بالتلوثي نحتاج إلى اتباع طرق صحيحة للتخلص من الملوثات الطبية وهنا نرى في هذه الشريحة الحاوية وهذه العلامة تسمى بايوهازارد 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 أو خطر حياوي وهذه الحاوية تحتوي على مكونات الملوثات الطبية مثل تيوبس هذه التيوبس أو الأنابيب السيرينج تيوبس ونشوف مثلا الكانيولر الكانيولر هي نوع من قصبة بلاستيكية صغيرة تستخدم لأخذ الدماء ويعطاء الدواء وسمى الكانيولر فور ريموفل أو ديليفري أوف فلويدس وأيضا نرى تحتوي على أخرى الشارب نيديلس أو النهايات الحادة جدا بالنسبة للحقن والغفازات التي يستخدم الإنسان في التعامل مع المرضى نصل لنهاية هذا المقطع ونوصل في مقاطع أقدر لشرح محتوى هذه الوحدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر